ترجمة نانسي قنقر اخذنا بالدرس السابق الرابطة via يعني أو اخذناها هلا نتعرف على الوزل اللي كلار لألا عبقلي اذا كانت تك وغات يعني ونرمى وحدة عندي فيا بيا بيا قال بحسن بستبدلة في بيا وحدة هلا بالنسبة للوزل الليك التانية اللي هي ديشما قال بقدر اذا عندي بيا بيا كيو بقدر بكتبه كيو فيا بيا طبعا هذا الجدول يعني طالعه او كتبه ليثبت القانون اللي عبستندشو حط الاحتمالات الموجودة وطالع اول قلم فيه هو البي فيا كيو طالع الكيو فيا بيا استنتاج انه كل ياتون هون مثل بعضهم فاستنتاج القانون بالنسبة للبيرلشمة بيرلشمة ازلي مثلا مثل الفي تماما بقدر بشيل الاقواس من هون وببدل ما بين العناصر يعني عندي بيا بيا كيو بيا ار هلا بقدر بكتبه هي بيا بيا الكيو مع الار رح نشوف امثلة بالمثال الاول ارنك الاول عبقلي الشادا فيريلام بيليشيك اونيرمالارنن دورولوك ديارينا بوظلم بدو اوجد لناتج هال اونيرمالار ببلش بالانيرمال اولى عبقلي بالانيرمال اولى بيا واحد كلياتهم بيا عكس البي بالبي عكس البي في البي هلا بنشوف هاي شو منحلة منحلة قسم قسم بالاول بناخد هذا القسم بيا واحد اش تساوي يعني بيا زائد واحد طبعا مثل ما بتعرفوا لحنا اكتر من الواحد ما رح يكون معنا يعني هاي ازا كانت قيمة الصفر صفر زائد واحد رح يطلع واحد ازا كانت قيمة واحد واحد زائد واحد رح يطلع واحد فبعوضها فورا بانيتها واحد هلا هاي هون الفيا منحطها منبلش بهاي عندي اونيرمال وعكسة اونيرمال وعكسة ازا كانت هاي صفر رح تكون هاي واحد ازا كانت هاي واحد رح تكون هاي صفر فمجموعا رح يكون على كل الاحتمالين واحد معناتها هاي الاونيرمى اول اونيرمى تساوي عندي واحد هلا بجعل اونيرمى التانية عندي صفر فيا بي وعندي كمان كلتهم فيا بي فيا عكس الواحد هلا ازا انا هون صفر مجموعة بواحد رح يطلع واحد ازا صفر مجموعة في بي ده تطلع بي يعني ازا صفر مجموعة بصفر رح تطلع صفر فحسب قيمة البي رح تتغير فبحط هون عندي البي هلا بجي بقول فيا بي معمين مجموعة مع الواحد هاي عكس الصفر يعني واحد عكس الصفر تطلعنا نفس حالة هون فبيكون واحد فبي زائد واحد كمان تطلع النتيجة واحد عابي قللي هون سيرة سيزدة اشتادكي فيريلان انام لدرنن انصادها لنا بلونز انصادها لنا بلونز يعني بده ياها بشكل مختزل يعني لا بطالع نتيجة بتطلع رقام لاما بتطلع معي باقصر شكل ممكن بي ممكن ممكن بي في كيو هلا منبلش سوا عكس البي ترس فيا صفر عكس الصفر هاي واحد واحد وعكس البي معناته هون شو ما كانت عكس البي رح تطلع معي هذا الطرف واحد تمام هاي اش ما كانت تكون رح يطلع واحد لانه عندي واحد مجموع فيو شقد ما كان يكون صفر ولا واحد رح يكون نتيجة واحد هلا هون عندي بالطرف الثاني واحد مجموعة بمين في بي كمان نفس الشيء تماما واحد مجموعة في بي رح تكون واحد فبيطلع عندي هون الناتج واحد هلا بالنسبة للسؤال اللي بعده اللي هو هون هذا انه نتيجته واحد هلا بالنسبة للبي بي 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 كمان بين قوسين عكس البي مجموعة بمين بالكيو هلا بجي بنقش هتا مرين هاذ على هالشكل هدولي بقدر بوزعون كيف بقدر بوزعون احنا مو اخدنا خواص الفيا بخواص الفيا انه هي جمع يعني بقدر بشيلها الاقواس او بوزع هاد الجمع هون يعني بقول هي البي فيا مع مين مع البي شحطة وبحسن بقول كمان البي فيا مع الكيو يعني بقدر باكتبها بهالشكل هاد البي فيا مع مين مع البي فتحة يعني مع عكس البي كمان البي فيا مع مين مع الكيو البي فيا مع الكيو هلا صار عندي حلا سهل عندي بي وعكس البي يعني اذا كانت هاي صفر بتصير هاي واحد جمعهم ما بعضهم او اذا كانت بالعكس نفس الشي جمعهم ما بعضهم بساوي لي الواحد هلا هاي صارت واحد هلا باجي لهالطرف هاد عندي با فيا كيو صار عندي هون واحد مجموعة بكزا شو ما كان الكزا رح يكون الناتج واحد هلا التمرين البعده اللي هو جي عندي كيو ترسة يعني عكس الكيو فيا واحد كمان عندي فيا الكيو مع مين مع الواحد هلا هاي الكيو مع الواحد هون اصدي صفر عكسة بتصير واحد وهي القيمته هون واحد وهي القيمته هون كيو اا فب كيو طبعاكان كيو فتحة بصير عندي كيو فتحة ذي طبعا جمعهم أنا بس واحد جمع عفوا هون واحد جمع تطلعalım واحد تطلع واحد هزالطرف صار عندي واحد وهالطرف هاد صار عندي كمان واحد فواحد زائد واحد تساوي واحد حيث الشيء نفس الشيء بنفس المبدأ من حلة بي فتح فيا كيو كمان الطرف الثاني هو بي فيا كيو بكل بساطة عندي هون ترس البي هون عندي البي عندي هون الكيو عندي هون ترس الكيو يعني هذا القوس اذا كانت قيمته واحد رح يكون هذا القوس قيمته صفر وهذا القوس اذا كانت قيمته صفر رح يكون هذا القوس قيمته واحد مجموعه يساوي واحد الآن منبلش بي ايش بالضالمة الضالمة اذا تجمع لي التنتين مع بعضهم يعني اذا كان عندي فيا و فيا نحن هون وقت اللي درسنا هون لهدول الحالات درسنا انه الكل هون عندي فيا متل ما يكون ملاحظين بالدرس الهلأ هون بهالخاصية هاي رح يكون عندي مطرفي رح يكون عندي من هاي ومن هاي هون في عندي قانون بوزع طبعا هذا الجدول حط لي اوه شي لا يثبت لي نفس الشي حط هون قيم هون قيم عوض هدول عوض هدول طلع معه هال شكل هاد يعني عند العب عوض هدول وعب عوض هدول هون هدول تعلمنا هون هالله هاي شوفوا عبقول البي بحط ايدو على البي تمام البي واحد ثم يعمل غا حق كور worthy وعبا يقرب البي فيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قارن هوا هوا Gall كمان بناخد مثال تاني هون عندي البي واحد وعندي الكيو كمان طلع نفسها واحد خلانا ندورنا على واحدة صفر هاي معنا مسلا الواحد هون وعندي الكيو آآ فيا آر اشتساوي صفر هدول ضربهم مع بعضهم يساوي صفر حد صفر هون وهون قارن هاي مع هاي بنفس السطر اذا قارننا هاد مع هاد صفر مع صفر يساوي صفر فهون بهالطريقة استنتج هالقانون القانون هو بيقلي فرجوا كاني تعب بضرب رقم عاطب الرياضيات فرجوا هاد اشتون بفكوا هاد بضربوا مرة بهدول مرة بهدول بيطلع معي الجواب يعني با فيا با فيا با فيا بمين اول شي بيكيو بيكيو بسكرة برد بفتح قوس تاني با فيا بيار بحطة هون وهي الاشارة اللي كانت هون بحطة بالنص تمام تمام كاني عبافك جداء عوامل وهون ازا دا انتقل من هالطرف لهالطرف فبقول هاد عامل مشترك بخرج عامل مشترك كاني عب اخرج عامل مشترك من اي معادلة با فيا و با فيا من هون بطالع عامل مشترك بضلوا عندي هادول تنتيم مع بعضون برجع الشكل هاد طبعا هاد القانون شوي مهم بس تعمله كتير وانا عب بدرس هون قارن بالعكس لو كانت ال او هون بها الطرف متواني كانت ال او ال فيا بها الطرف نفس القانون تمام بشيل هادول تنتيم مع بعضون هيك وبضرب اول شي في كو وبعدين بضرب بيار وهاي الاشارة بحطة بالنص تفرجوا حطيناها بنصة بنصهم بناتهم با فيا با فيا ضربة بالكيو اول شي بعدين با فيا مضربة بالار تمام هلا اه عاطيني هون اه مثال تطبيقية على هالشي اللي عم ناخده عبقلي با اه اه فيا هاي اما الفي فيا اما الثمانة او الفي مقلوبة هي فيا فيا اه كيو عق تارسة مضربة مع مين او او اه با كمان هون او فيا اي كيو اون ارمس ان ان انصادها لنبلو نص بدو نطالع لياها بشكل اختزالي شوفوا عندي هون مشترك فيون هادول البا فيا والبا فيا من هون باتيار عامل مشترك لبرة بهالشكل ايش صفة عندي صفة عندي كيو فتحة وكيو لكيو فتحه والكيو لقشربة هاي ضربة يعني وحدة اصفر واحد لاهاي صفر لاهاي واحد لاهاي واحد لاهاي صفر مضروبات لانه الاشارة عندي فيا تمانيه الا تحت مضروبة معناه يمكنطلع هاي صفر تمام فبصير عندي صفر فيا صفر هنن جمعوهم مع بعضون قيمته لايما عندي عقديها حسب قيمة B إذا كانت قيمة B واحد بيطلع الناتج واحد لأنه صفر زايد واحد وإذا كانت قيمة الصفر بيطلع النتيجة صفر فعايدة لمن لبي بكتب له بأولور هنا مثال مشابه لنفس التمرين أقول لي B تارسنا V QV بي تساوي أو تنك واحد بيطلع 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 بدي أحسب له قيمة هاي من هالمعادلة هاي المعادلة بهذا الطرف ممكن أكتبه ممكن أكتبه أفتح القواس في بعضهم يعني أضرب بيطلع بعدين أضربه في بي بتصير عندي من هالشكل هاد هالشكل هاد عندي هون وحدة وتارسة وحدة وتارسة وبينها تنضرب يعني إذا كانت هاي صفر هاي رح تكون واحد معناتها هاي قيمتها صفر وهي كلاتها شو تساوي تساوي الواحد عبي قلي إذا كان هذا الطرف صفر فهذا الطرف حصرا واحد معناتها تارسة مضروبة ماذا تساوي تساوي الواحد تضبع هون هالشكل هاد سوفي عنا متل ما انه هون هون هدول يساوي الواحد هنا حالة بيكون عندي هاي ما هاي يعني تساوي الواحد بحالة وحدة بس إذا كان هذا الحد واحد لأنه هون العلاقة ضرب إذا واحد منهم صفر فهون رح يساوي عندي صفر هنا حالة بيساوي عندي واحد هاي لازم تكون واحد وهي لازم تكون واحد فقيمة البي لحالة واحد قيمة عكس البي واحد فالبي قيمتها تساوي الصفر انتا طلعت معنا البي تساوي صفر وعندي عكس البي تساوي صفر والكيو تساوي واحد بقل له قيمة هاد مع هاد هي ضرب هاد بهاد بده عكس البي وعكس الصفر فباخد عكس البي وعكس البي عكسة واحد بعوض هون واحد هي عكسة صفر واحد بصفر بتساوي انصها ده شكل ده صفر لازم تكون هلا بدنا ناخد قانون مورغان بقانون مورغان عاب يقول لي القانون بيستخلص بس بها الشكل هاد اذا كان عندي بين قوسين وحدين تمام اذا بدي ااخد الترس تبعه فانا باخده بهالشكل هاد بنزل الترس على هاد وبنزل الترس على الاشارة الموجودة وبنزل الترس على العنصر التاني يعني هاي ترس بنزلل على البي بتصير ترس برجع بنزلل على الاشارة الاشارة كانت لطحت لون صارت لفوق كانت في صارت فيا بنزل الاشارة كمان على الكيو فبصير عكس الكيو كمان هوني نفس الشي لو كانت هاي ماي فيا كانت فبقول البي بنزل اشارة عليها بصير بفتحة بنزل الاشارة على هاي كمان بتصير لتحت بنزل الاشارة على هالطرف يعني احاول اطالع حي الله هذا القانون بس بهالطريقة هاي بروح الترس تبعيد الاقواس من هالكورال هيك بس تنتج يعني من هالقاعدة هيك بيطلع معي طبعا اثباته هو حيطة البي الكيو بعدين اخذ عكس البي عكس الكيو مطالع قيمة هدول ومطالع قيمة البي بالعكس يعني هاي شقد كانت عكسه تمام وهون نفس الشي مطالع كمان بعدين مستنتج انه هدا هدا الصف عبساوي هاد الصف وهذا الصف عبساوي هاد الصف فاستنتاج هالقانون منه بيهال ارنيك عبي قلي بي ترس في كيو كلاياتهم ترس في كماني البي والكيو ترس مع بعضهم بذيا بدو افادة سنن انصادحها لنا بلونس او بلالم بدو نوجد شكلها بشكل صادح اول شي بتخلص من هاد بالطانون اللي تعلمته من شوي بنزل الترس هاد مع الترس هاد فب ترس اذا عكسته اش بتطلع بتطلع كاندسة بتطلع البي في ذاته تمام وهون الاشارة نفس الشي كمان الاشارة اذا عكسته تطلع هاي كانت في بتصير فيها وهي الكيو ما كانت ترس يعني كانت نظامية فبتصير ترس بتابع بحط هاي الفي متل ما محطوطة وبعدها بحط هاد على حاله بلاحظ من هون مشكل انه صار عندي هالطرف وهالطرف متل بعضهم بالخاصية اللي اخدناها بنقدر بنكتب بي في منفتح قوس بنكتب الكيو فتحه مع مين مع الكيو فتحه فتساوي بي في بين قوسها الكيو فتحه باشارة هاي الاشارة هاي نقلناها لهون وهي طالعناهون لبرا فبتصير بي هالشكل هاد طبعا احد الخواص اللي اخدناها هي تيك وزالة قلنا انه منقدر انطالع الكيو يعني اذا كان عندي كيو وكيو بقدر بكتبه بشكل كيو فالبي تبقى مع مين فيا كيو فتحه اولور هلا بالتمرين البعده كمان بنفس الطريقة عندي هون ترس كمان نفس شيء بده انصادها لنبلون بولولوم كمان عندي هون ترس كمان اول شغلة اش بساغي بفك الترس عن القوس هاي نزلتها على حالة هلا هون ببلش فك الترس لا لا الترس هون بصير عندي بي ترس فيا بتصير لتحت هاي هون فيا بتصير فيا والكيو نفس الشيء بتصير ترس فبيطلع معي هالشكل كمان من هالشكل بلاحظ ان هون هاي مشتركة وهاي مشتركة بطالع على بره بيبقى عندي الكيو والكيو فتحه الكيو والكيو فتحه تكونوا مضروبات ببعضهم قيمتهم صفر تمام؟ وعندي كمان اي قيمة كانت هون كمان هون الاشارة صفت عندي اياها ضرب كمان اي قيمة مضروبة بصفر فبتطلع صفر فأنصادها لنا بو شكل هلا هون كمان يطلب مني السراسيس داع بدو بي فتحه او الكيو كله هاته فتحه يعني كله هاته ترسه بي 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 عفواني فيا بي بي كيو بليشك ونرمسن ان انصاده بشم دا يزين بشم شكل بدو نكتب انصاده شكل يعني مختزله قدر الامكان نشوف هاي شلون منحله اول شي بنزل بنزل الترس عليه هون فهي بي فتحه بتصير بي وعندي هون كمان عندي الكيو بساوية اول شي بقلب الاشارة هاي بتصير لتحت وهون الكيو بتصير لكيو فتحه بعدين الفي ما بدي اقره متل ما هي بكمل كتابته كمان بنفس القصة بلاحظ انه عندي هون هاي وهي صاروا متل بعضهم بطال على بره بتصير على بره بي بقى عندي مين الكيو فتحه والكيو والاشارة بيناتهم هي هاي اللي كانت هون فهي فيا هادول دائما ازا كان هاد صفر كون هاد واحد دائما عندي هون جمع فصفر زائد واحد بيطلع واحد 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 معناته بي صف عندي من هون وواحد من هون بي ضرب واحد فاشفى النتيجة بي معناته ان صادحها لنا هاي بتصير بي هلا منجي على الاورنيك البعده مناخد هالاورنيك ومننهي هالدرسات بهالتمرين عبقلي اونيرما سنن ان صادحها لنا ببولونوس بده هالاورنيما نطالع لها بحالة صادحة اول شي بشوف هون ترس عند بشوف ترس بفكو عندي بي ترس بتصير بي الفية بتصير بي الكيو فتحة بتصير كيو عندي كماني الطرف الثاني بكتبع على حاله بعدين بشتغل بالطرف الثاني بشوف انه هون هاي مضروبة بهادول بروح بفكهم على شكل اقواس بقول بي في مضروبة بالكيو مرة بعدين مرة تانية مع مين مع البي فتحة فبصير عندي هاد الشكل البي فتحة متل ما بتعرفو ازا كانت هاي صفر هون يضرب عندي صفر واحد فبطلع صفر بعودة بي صفر بعدين بيطلع عندي كماني هون صفر مع هاي وهالطرف هاد مع هاد هالطرف بيصفي عندي الكيو والبي لانه صفر مجموع بحية العدد رح يكون هاد العدد فالصفر بتخلص منا ببقى لشغلة بيطلع عندي بي اه كيو في بي وهالطرف عندي اه بي في كيو صفر هادولي الاثنين متل بعضن باحد الخواص اللي اخدناها ازا كان هاد اسمه تيك كوفوت يعني قوة وحيدة هاد وهاد متل بعضن ازا كانوا مضروبات ببعضن فهو ناتج واحد منهم بكفي هاد اكتر شكل اختزالي اه شكرا لحسن اصغائكم نلتقي بالدرس القادم ان شاء الله لناخد اليدة بالجي رابط اليدة دمدم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته